اشتركوا في القناة في عدد من الدول حول العالم تفاصيل مهرجان ومشاركات نعرف عنها أكثر مع مصعب العثامنة وهو مخلاج المهرجان أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك ست العزيزة صباحك وصباحي أهلا وسهلا أنت مخرج أنا مخرج ولكن نشتغل في قسم العلاقات يعني فريق كامل قام بالإخراج لهذا المهرجان أهلا وسهلا فيك حدثنا أكثر عن هذا المهرجان هناك ناس منتشر بطريقة واسعة ومعروف لكن نحكي أكثر عنه حدثنا أكثر عن هذا المهرجان أول إشي المهرجان هو الرابع عشر على التوالي وهو تحت العيد صاحبة السمو الأميرة سناء العاصم مهرجان راح يكون هو فيليكلوري شعبي باستضافة عدة فرق عربية وعالمية ويغضب الإضافة إلى فرق محلية نعم أيضا فيه إلو فكرة معينة كنت حابت تنقلوني تحكونا عن الأفكار الموجودة في هذا المهرجان أكيد هلأ هو المهرجان هدفه إلسامي تعزيز وغرس أهمية الفيليكلور لدى الشعب الأردني وتبادل الثقافات مع الشعوب العالمية نعم وخبرات أيضا نعم طبعا أكيد ما هي أهم الفعاليات التي سيتضمنها المهرجان؟ أهم فعالياتنا السنهاية هو مهرجان مختلف نهائيا عن السنوات السابقة راح يكون مدد كم سنة سألكم تعملوا هذا؟ 14 سنهاية سنة الرابع عشر على التوالي نعم المهرجان السنهاية راح يكون مختلف لأنه راح يكون مدته أسبوع كامل إن شاء الله أهم الفعاليات اللي هو راح تكون على إن شاء الله افتتاحيته في مركز زهر الثقافي في خلدة والمدرج الروماني والبترة نعم أيضا هناك فعاليات أخرى ممكن ستكون يعني المفروض أن يكون مزدحم بالفعاليات إذا على مستوى أسبوع كامل أو مدات زمنية طويلة فأسبوع نحن بنحتاج لفعاليات كثير تكون موجودة فيه طب بهذه السنة يعني عن 14 سنة نحن عم نحكي في شيء ممكن يكون مميز لهذه السنة؟ ما الذي يميزه عن باقي السنوات؟ حكيت لك هو تميز السنة هاي المهرجان كان في السنوات السابقة هو مدته يوم واحد فقط في المدية يتميز يعني؟ طبعا لا استضافة فرق خارجية راح تكون يعني إن شاء الله في عندنا فرق من مصر وتركيا بالإضافة كانت رؤية الإدارة عندنا أنه مشاركة الأجاليات الموجودة في الأردن الحبيب وذلك الهدف من التماسك الاجتماعي الموجود الحمد لله رب العالمين في بلدنا نعم نحكي كنا عن هذا الموضوع لأنه في ظل الظروف اللي نحن عم نتعايش فيها في الوقت الحالي يعني إذا شايف كيف الأوضاع غير مستقرة أنت ركزتوا على الدول العربية أن تكون مشاركة في هذا المهرجان أدى مهم أن يكون فيه تماسك وأدى مهم أن الدول هذه تكون مشاركة في هذا المهرجان شوفي ستة العزيزة مهرجانات مثليك هي بتساعد على تعزيز وتوطيط العلاقات ما بين الدول العربية والعالمية مهرجانات مثليك تفتحي عبارة عن نافذة وبوابة أن نكون على مستوى عالي رفيع نقدم فيه خدمات مشتركة وأن ننقل تبادل ثقافي بيننا وبين الشعوب الأخرى هي مهمة جدا في الوقت الحالي صحيح نعم بتساعد يعني على الوحدة الوطنية لا دور اقتصادي يعني شجعين اشي في الاقتصاد طبعا أكيد احنا يعني الحمد لله رب العالمين في تعاون مع وزارة السياحة كان هدفنا هو تسليط الضوء على أهمية السياحة كمان في الأردن يعني لما تكون في عندك فرق مشاركة خارجية صحيح وفي عندنا يعني راح يكون في جولة في الأردن بين صور أيضا للمهرجان أستاذ مصعب نعم هذه إحدى الصور الموجودة معنا اليوم بعض الصور الموجودة للمهرجانات السابقة كانوا نعم هذه صور من المهرجانات السابقة كانت اسمه الأميرة سناء كانت ترعى لأحد المهرجانات نعم هذه الصورة أيضا فعالية يمكن في المهرجان يعني بيكون ثقافية أيضا بتركز على الثقافة وعلى الاقتصال تركز على الزراعة يعني كل هذه الشغلات بتركز عليها في هذا المهرجان التنوع يعني طبعا هو هدف التنوع في المهرجان وهدفه زي ما حكيت لك هو تعزيز وتوطيط العلاقات وتبادل الثقافات بيننا وبين الشعوب الأخرى أكيد رح يكون دور مهم يعني لما أنت بتصل تضوء على السياحة والثقافة وأهميتها في الشارع الأردني في الوقت الحالي نعم أدا ذكرت معنا مركزها نعم هناك فعاليات أو هناك أمور يقدمها هذا المهرجان ماذا يقدم مركزها؟ هلأ مركزها هو احتضن طبعا هذا المهرجان سنة الرابع عشر على التوالي رح يكون عندنا إن شاء الله نحن الافتتاح بيوم 28 الشهر يوم السبت في مركز زهة في خلدة ورح طبعا فريق زهة في قسم العلاقات إن شاء الله رح ننتقل إلى اليوم 29 للمدرج الروماني كمان لعرض فقرات فيلكلورية وفنية ومن ثم بيوم 30 الشهر إن شاء الله رح نكون في البترة وواحد واثنين خمسة في العقبة وثلاثة في جامعة اليرموك نعم 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 هناك مشاركين يعني خلنا نحكي بالفعاليات هاي بيكون مشاركين أيضا من جنسيات أخرى أو من دول أخرى طبعا طبعا بالفعاليات نعم إحنا إن شاء الله عندنا رح نستقبل يوم الجمعة 27 الشهر فرقة من مصر وفرقة من تركيا بالإضافة زي ما حكيت لك اللي هو حبينا انفعل الجاليات الموجودة في الأردن رح تكون معانا الأوكرانية والأرمن نعم وشركس وسريلنكا نعم طب هل يلقى هذا المهرجان أو مركزها يعني لتنا نسوا هل يلقى الدعم أكيد يعني دائما في هناك تكون جهود مشتركة لذلك لهدف إنجاح أي عمل إن كان مهرجان أو أي فعالية طبعا كانت هناك دعم ويعني نشكر وزارة الشباب اللي فتحت لنا بيوتها لاستضافة الفراق نشكر وزارة السياحة نشكر كمان البترة إقليم البترة والعقبة اللي كان قدمونا الدعم لمساعدتنا في نجاح هذا المهرجان العظيم نعم الدعم على المستوى المحلي أو يعني حتى الدول أيضا المشاركة في هذا يعني يمكن كن له أيضا دور في دعم المهرجان لا هو دعم مستوى محلي الدول الخادمة هي مجانا قدمت لإندال تكفلنا في كامل إقامتهم وتنقلاتهم يعني أعطيك العافية أنت وإن كلهم يدعفهم كل التكاليم يعني الحمد لله شوف أحكيت لك كان الهدف من مركز زهر الثقافي يعني الحمد لله رب العالمين نعكس المضياف الحقيقي للأردن وتسليط الضوء على أهمية الثقافة والفليكلور والتراث والحفاظ عليه بالشكل السليم والصحيح كمان انتظلوا تضعوا على السياحة ونفعل دورها اللي هو يعني توصيات مهمة كانت من جلال السيدنا دائما إلى السياحة في الأردن يعني من أهم الدخل للأردن هذا كان هو الربح الحقيقي لمركز زهر الثقافي في مهرجان المدينة الدولي نعم نعم كمان خلينا نحكي بس آخر سؤال موجود معنا اليوم ما هي الأعمال أهم الأعمال القادمة لهذا المهرجان إن شاء الله إحنا يعني أهم أعمال قادمة للمهرجان أنه نحافظ على المسير بشكل ثابت ونشوف دائما نخلق اللي هو المعهود من عطوفة مدام راني صبيح مديرة مركز زهر أنه دائما نخلق الأشياء الجديدة فيها الاحترافية والابتكار لحتى نصل إلى مرحلة الاحترافية العالمية في تقديم خدمة متميزة تليق في جميع الأردنيين على مستوى العالمي العربي والعالمي دائما الأردن ينافس يعني عبدالله ونحن كان لأنا منافسات في أمور مختلفة غير المهرجانات في بريطانيا وفي الشارق وحصلنا على جوائز عالمية وعربية ومحلية نعم شكرا جزيلا لك نسعدك إن شاء الله رح نحضر المهرجان أنه نتشرف أكيد متشرف بك ودعوة عامة لكم ولكل المشاهدين على قناة نوردن شكرا جزيلا لكم